كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل لو حضرتك تكلمنا أكتر عن هذه الكلية وإزاي تقدرنا تخدم طبعا هذا القطاع قطاع ذوي الهمم كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل لأحد الكليات المتخصصة في مصر لتأهيل كوادر قادرة على العمل مع ذوي الإعاقة باحترافية سواء كان على مستوى المدارس من خلال معلمين أو من خلال أخصائيين موجودين في كل الجهات المتخصصة سواء كنا نتكلم على جهات صحية أو جهات تتبع وزارة التضامن أو الشباب والرياضة وغيرها من الجهات الأخرى بما فيها التربية والتعليم كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل فيها برنامجين برنامج أخصائي وده بيخرج متخصصين في اضطرابات اللغة والتخاطب بيخرج أخصائيين في اضطراب التوحد الإعاقة السمعية الإعاقة البصرية صعوبات التعلم الإعاقة الجسمية والجانب الآخر اللي هو برنامج المعلمين وده بيخرج معلمين في تخصصات أكاديمية زي معلم للغة العربية أو معلم للإنجليزي والعلوم والرياضيات والدراسات الاجتماعية وغيرها ويتخصص بعد كده بعدها بعام واحد في نوع واحد من الإعاقة سواء كان إعاقة سمعية أو بصرية فأصبح عندنا معلم للإعاقة مثلا البصرية لغة عربية معلم للإعاقة البصرية لغة إنجليزية فتخصص دقيق يتعامل مع الطالب أو التلميذي اللي موجود في المدرسة على قدر كبير من الإحترافين إحنا ما كانش عندنا ده يعني إحنا كان عندنا شكل طبي لك ما كانش عندنا شكل تربوي ما كانش عندنا ده خلص قبل كده كان عندنا شكل ده بس مش بالتخصصية دي ومش بالتفرع ده يعني دي أول كليه كان عندنا فين في كليات إيه؟ في كليات التربية في أقسام التربية الخاصة بس ما كانش بالشكل الاحترافي ده مش بالشكل المتخصص ده أولا دي أول كلية يبقى فيها برنامج للأخصائيين في منطقة العربية كلها حلوة ما فيش حاجة كده يمكن ما فيش موجود في دول كتيرة من العالم ده البرنامج التاني اللي هو بتاع المعلمين كان بيخرج معلم لدول إعاقة السمعية مثلا أو البصرية لكن مش فيه مقرر معين يعني مش لغة عربية أو إنجليزية أو فأصبحت الكلية دي يعني بتركز بتركز كمان على التخصص الضغير جدا في نوع محدد من الإعاقة وده طبعا يعني يعني انعكس تماما يعني احنا الدفعة الثالثة من الطلبة اتخرجت السنة دي اللي هي 22-23 فرقين جدا ما شاء الله الولاد يعني مطلوبين جدا في سوق العمل طبعا الحمد لله رب العالمين من خلال الاتصالات بوزارة التعليم العالي بنحاول نحن كمان نفتح لهم طريق فرص عمل من خلال الكوتة السنوية اللي محددها فقامة رئيس الجمهورية من خلال وزارة التربية والتعليم للعمل كمعلمين في مدارس التعليم العام والتربية خاصة الولاد بتوعنا مش بس يصلحوا كمعلمين في مدارس التربية الخاصة لا هم كمان للتعليم العام الدولة وفقامة الرئيس يعني بدأ مشروع الدمك من عدة سنوات المشروع دوت انه الطلبة زاوي الاعاقة يتعلموا في كل مدارس التعليم العام ده احدث طفرة هائلة في تعليم الولاد دول اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي انه ده مش موجود في كتير من الدول ليه لانه دوت انعكس على التعليم العالي بمعنى ان الولاد كانوا محرومين انهم ينضموا للجامعات المصرية احنا دلوقتي بنلاقي طلبة من الصم وضعاء في السم موجودين في كليات ولأول مرة في مصر بالأعداد دي احنا عندنا طلبة من الصم موجودين في كليات التربية النوعية احنا عندنا مثلا في جامعة الزيازي اكتر من 140 اصام الولاد دول موجودين داخل الكلية في اقسام زي الحاسب الآلي او التربية الفنية الولاد دول لأول مرة في مصر من سنتين في جامعة الزيازي يتعيم معيدة منهم وده يعني كان حدث بالنسبة للجامعات المصرية واحنا بنفخر ان احنا الجامعة اللي قدرت تعمل ده تعارفين ان المكفوفين حضراتكم من زمان من الازهر ممكن يبقوا دكاترة وممكن يبقوا معيدين وغيره كاسطاف لكن انه يبقى ده في التخصصات في الاعاقات التانية ده الجديد احنا كمان فكرة انه كل الولاد من ذوي الاعاقات المختلفة ايا كان نوع اعاقتهم موجودين في الجامعات المصرية ده احدث طفرة ونقلة نوعية لده نوعية الخدمات اللي بتقدم ليهم مختلفة تماما عشان يقدروا يندمجوا كمان في التعليم الجامعي ترجمة نانسي قنقر